اشتركوا في القناة رقم 28 لسنة 2009 فصل جديد هو الفصل الرابع مكررا بعنوان منطقة السكن المتصل جيم ويشمل المواد 21 مكررا و21 مكررا واحد و21 مكررا اثنان و21 مكررا ثلاثة و21 مكررا اربعة نصوصها الاتية مدى 21 مكررا الاستعمالات يسمح فيها بالاستعمالات السكنية بيوت وفيلات وذلك حسب ما تبينه خرائط تحديد مناطق التعمير المعتمدة في المملكة المدى 21 مكررا واحد نسب البناء لا تزيد نسبة البناء على 255 بالمئة من مساحة الارض لا يزيد مسطح البناء لأي دور على 85 بالمئة من مساحة الارض شاملة مرافق السكن تكون النسب المذكورة شاملة جميع المباني بما فيها الليوان والخدمات وابار السلالم والمصاعد يسمح ببناء مرافق للسكن فوق سطح المبنى بنسبة اضافية لا تزيد على 30 بالمئة من مساحة السطح واذا كانت مساحة السطح تقل عن 100 متر مربع فانه يسمح ببناء 30 مترا مربعا وتكون بارتفاع مستوى غرفة السلم بالسطح يسمح ببناء سرداب لا تحسب مساحته ضمن نسبة البناء المذكورة بشرط أخذ موافقة تخطيطية عليه مراعة للطرق والخدمات القائمة المدى 21 مكررا اثنان الارتدادات الارتداد الأمامي يسمح ببناء الدور الأرضي بعد مسافة لا تقل عن 3 أمطار كارتداد من حد الأرض الأمامي للواجهة المطلة على شارع يستخدم في حالة الأراضي المرتبطة بشبكة الطرق القائمة والواقعة على طريق بعرض 6 أمطار أو أكثر كمواقف للسيارات غير المسقوفة على أن يتم تهيئتها من قبل المالك ويسمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأرضي بحد نقص قدره 21 سنتيمترا وفي حالة وقوع المبنى على أكثر من شارع يرتد البناء مسافة لا تقل عن 3 أمطار من جهة الشارع الأكثر أهمية للموقع ومترين اثنين من جهة الشارع الآخر ويسمح أيضا بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأرضي جهة الشارع الفرعي وبحد أقصى قدره متر واحد الارتداد الجانبي والخلفي يسمح بالبناء على حد الأرض الجانبي والخلفي وفي حالة عمل فتحات مطلة على الجار الجانبي أو الخلفي يلزم ترك مناور أفنية داخلية أو خارجية حسب ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني المشاري إليه المدى 21 مكررا اثنان الارتفاعات لا يزيد ارتفاع البناء على ثلاثة طوابق وبحد أقصى قدره 13 مترا وفي حالة بناء سرداب يكون الحد الأقصى للارتفاع 14 مترا و50 سنتيمترا وفي حالة بناء سرداب يجب أن لا يزيد ارتفاع أرضية الدور الأرضي على متر و50 سنتيمترا من منسوب سطح الرصيف المدى 21 مكررا اربعة اشتراطات خاصة إذا كانت الأرض تطل على شارع تجاري أو خدمي يسمح بعمل محالة تجارية بالدور الأرضي ويسمح بإضافة ميزانين لا يحسب ضمن نسبة البناء ولا تزيد مساحته على 70% من مساحة الطابق الأرضي يجب الالتزام بتطبيق الشروط الخاصة بالمعايير المعمرية لطابع المنطقة العمراني والتراثي إن وجد عرض جميع الحالات التي لا تنطبق عليها الاشتراطات المذكورة في البنود المشار إليها أعلى على اللجنة المختصة التي يشكلها الوزير المختص وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها المادة الثانية يستبدل بنص البند الرابع من المادة الحادي عشرة من الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة الصادر بالقرار رقم 28 لسنة 2009 النص الآتي يسمح ببناء أكثر من وحدة سكنية على قطعة الأرض على هيئة وحدات سكنية متصلة من جهة واحدة أو أكثر أو منفصلة أو كليهما معا على أن لا يقل نصيب الوحدة السكنية الواحدة عن ألف الأراضي المطلة على شارع واحد مئة وستين مترا مربعا على أن لا يقل طول واجهة الأرض المطلة على الطريق عن ثمانية أمتار بشرط توفير مواقف بواقع موقفين لكل وحدة با الأراضي المطلة على شارعين مئة وثمانين مترا مربعا على أن لا يقل طول واجهة الأرض المطلة على الطريق عن ثمانية أمتار بشرط توفير مواقف للسيارات بواقع موقفين لكل وحدة المادة الثالثة على الوزير المعني بشؤون التخطيط العمراني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية